وشاهدينا سنهب الآن إلى موضوع مختلف جدا تختلف أنواع المسرح باختلاف أهدافه اليوم سنصلت الضوء على أعمال مسرحية توعوية هادفة قصتي وكرز عملان مسرحيان توعويان سنتحدث عنهما أكثر مع مؤسس مسرح شغل بيت المخرج شادي الهبر والكاتب والمخرج المسرحي رودي إليعاني في فقرة أحداث ونشاطات أهلا وسهلا بي شادي وأهلا وسهلا بيرودي على الأفضل نعم وأنتو دايما بتتعملوا سوا مظبوط صرنا تقريبا في 13 سنة منعرف بعض وهيدي رابع سنة منشتغل سوا جميل لنبدأ في الحديث عن شغل بيت خبرنا أكثر شادي عن شغل البيت مسرح شغل بيت هو بيت بمنطقة فرن الشباك أخذنا بيت حولناه لمسرح نشتغل فيه كل شيء له علاقة بالمسرح كان عنا صعوبة إنه دايما وين بدنا نشتغل مسرح كيف بدنا نشتغل مسرح مع مين بدنا نشتغل مسرح فقررنا من السنة يعني من 2016 إنه نعمل مكان بيشبهنا بيشبه طموحاتنا بيشبه أحلامنا بيشبه كل شيء نحنا منحب نعمله ونشتغله بالمسرح وبنفس الوقت بدنا نشتغل مسرح كده الوقت فحولنا هذا البيت لمسرح لمسرح وبلشنا نشتغل فيه ورش عمل وإنتاج مسرحيات من هالإنتاج المسرحيات عنا المسرحيات التوعوية اللي أنا ورودي بنجمعنا عنه هذا هلأ أصلا بدنا نسأل رودي عنه نسألكم سوية عنه الخط التوعوي أو المسرح التوعوي اللي بنشتدله كتير بلبنان وأيضا بعالمنا العربي ليه اخترتوا هذا الخط وعلى أي أساس بيتم اختيار مواضيع مسرحياتكم مية بالمية لأنه مثل ما قلت عم نفتقد لهيدا النوع من المسرح بلبنان والعالم العربي لأنه يمكن أكتر أنواع المسرح بتتجه للأشياء التجارية أو السقفية فكتير قليل لما تلاقي حدا رسم خط مسرح طوعوي اللي يتوجه فيه لمدارس لجمعيات لأنه نحن منقول باللبناني يعني سوقه شوي خفيف لأنه مش تجاري مش تجاري بفضل الجمهور يروح يحضر مسرحية بتضحكه أو شيء يعني بس أنه طوعوي بقلك بلا وجع الراس بقصة اختيار المواضيع كل سنة مندرس سوا أنا وشادي شو هي المشاكل اللي عم بيعاني منا الطفل أو المراهق أو حتى العيلة لأنه مسرحياتنا صحيح بمطرح من المطارح اخذ طابع خاصه بالولاد بس هي مسرحية عائلية يعني بس أن الأب والأم والأخت عبوا شاهدوها مع الطفل ضروري يجوا الأهل مع الولاد لحتى يحضروا هيدا النوع بكل أحوال نحن كلنا فينا طفل بداخلنا صحيح شكرا أن عم توعونا خبرنا عن كرز شادي بداية وقتها بلشنا نتوجه للعمر الأصغر لأنه نحن بلشنا مع المراهقين بعدين تأنا مع العمر الأصغر يلي هن ست سنين أو أربعة سنين وما فوق ففتشنا على شخصية تكون قريبة لألون ومميزة بنفس الوقت فلقينا شخصية كرز وأول سنة بلشنا بمسرحية كرز يلي بتسلط الضوء على حماية الولد بتحكي عن العنف موجه ضده عن التنمير عن الزواج المبكر بتحكي عن التحرش الجنسي بتحكي عن عمالة الأطفال هيدا المسرحية كانت من بداية 2015 أما السنة كمان مع كرز بس مغامرة جديدة عملنا مسرحية اسمها هلثي كرز هلثي كرز بتطل على موضوع الصحة وأهم شيء بالمسرحيات اللي نعملها أنه نحن منقول للولد أنه شو هو مسؤول عنه أنه هو بيقدر يعملهم من دون أي مساعدة من حدا كبير من عائلته معلمته أصحابه هو بيكون مسؤول عن الأشياء اللي مطلوبة منه بالمسرحية لازم تنضموا للمنافسة بإخر الحال المنافسة المطبخية المنافسة المدقية الموجودة سنشاهد الآن مشاهد من مسرحية كرز نحن عمنا المشاهدين أي أي كل شي عن يجعني أخصاني كرزيتي هايه بعرف أنه كرز مريضة ولتلاقي الحل لازم تفكر بكرز عن جد كيف الحل كتير قريب منك فكر كتير منيح باللي صار مع كرزة ولاي سوسة قالت هيك عنا وشوي شوي رح تلاقي الحل ما تنسى انك انت الاهم يعني رودي خبرنا اكتر ما هي الصعوبات التي تواجهونا بعملكم المسرحي خاصة بكرز وغير من المسرحيات هي الصعوبات شوي يمكن بترتكز على انه نقدر نوصل للاشخاص يلي بتاخد قرار بهيك نوع مسرح لانه المواضيع يلي بتطرق له هي مواضيع نفسية بامتياز يعني نحنا ما من قابل اشخاص بنحكي معهم كرمي المسرحيات للولاد يتسلوا يعني مش قصدي بالمعنى انه اغاني وهيك مسرحياتنا فيهم اغاني حتى مركزين على الالوان والمتياب حلوة كتير مية بالمية هيدا كله مشغول نحنا مسرحياتنا مرفقة من ثلاثة اطبا نفسانية بيشتغلوا معنا على النص على اداء المسلين وحتى على كيفية طرح المواضيع يلي نحنا فينا نقول بين هلالين مواضيع خطرة مشان هيك اوقات الاجتماعات مع اطبا النفس يلي بتكون مسؤولة عن مدرسة معينة او عن جمعية معينة شوي يعني في صعوبة بين الاخذ والعطى لانه من خاف كيف بده تكون ردة فعل الولد اذا عم نحكيه فرضا او عم نوعيه عن التوعية الجنسية ضمن مسرحية كرز او موضوع المخدرات خبرنا اكتر عنا شادي مسرحية قصتي خليني لكم اواشيا نصلها بتنعرض من 2014 ومستمرين لانه موضوعه هو بعد وحاجة لمجتمعاتنا ان كان مجتمع لبنان او مجتمع العربي قصتي بتناهض المخدرات قصة استمدت من واقع حقيقي من قصة جمعنا مجموعة قصة لانه عملنا رشاج كتير كبير واستندنا على معلومات معلومات علمية تحتى طلعنا قصتي وقصة خيين بالبيت تعرفوا على المخدرات وبلشوا يتعاطوا مخدرات وصاروا مدمنين نتيجة سوء التربية نتيجة الاهمال من الاهل نتيجة سوء الرفقة بس بمسرحية قصتي بنوصل لحلول بالاخر يعني شو ممكن نعمل حتى نعبي وقتنا قبل ما نتعرض للفراغ يلي هو بيخدنا على انه ناخد المخدرات قبل ما نشوف مقطع من قصتي شو أبرز حل بتضوع لمكافحة المخدرات أبرز حل هو الأراد من عندك أنت كشخص لازم تقول لا وترفض وتعبي وقتك بأمور تنمي شخصيتك وتوجهك لمستقبل أفضل طيب مشهد من قصتي ومن تابع الحديث مع رودي إليعاني الممثل والكاتب والمخرج رودي إليعاني والمخرج شادي الهبر من أنا وصغير كان عندي الحشرية اسأل عن كل شي بيخطر عبالي لحد ما هونيك نهار بعدنا بذكره كتير منيح كل شي يتغير يمكن كنا صغار ومش حاسين بالمشاكل بين أهلنا بس لما تصير حقيقة ونكتشف أنه في ناس ناطرة تتاكل أحلام وحياة ناس نغشه ونضحك عليهم على نسبب عمرك بس عايب يقول مش مجرب قلتلكن أني حشري من أنا وصغير وبحب اكتشف كرمل هاك ما فكرت مرتين قبل ما أعمله عمطير عمطير اوف زهقت من نفس المشاهد حاسس حالي عمطير مطرحي كل حياتنا تغيرت وأصحابنا كمان أفكارنا وطلباتنا صارت غير كل يوم مشاكل مع الإدارة وكم تلميذ وإمي بس عرفي تجنج منها يعني مواضيع حساسة ودسمة إلى حد كبير والبعانوا منها كل أفراد المجتمع يعني بكل الدول إلى أي مدى هناك خطرة فيعبن أنه يكون لدينا مسرح توعوي بواعي وبيفيد المجتمع والشي التجاري اللي هو الناس اللي بتاخذوا من التجاري اللي هو الترفيه كيفينا نجمع بين اتنين أو أنتو كيف بتجمعوا بمسرحكم بين أنه الناس تجي تستفيد وما تزهق لأنه في خطرة فيها بيناتهم بأسطي دمجنا بين السينما والمسرح لأنه موجه للمراهقين والمراهقين بدك تعملهم شي يشدون يشدون والواكب بالعصر أما بكرز فارودي برد عليك كيف عرفتوا نوراوية بتحب الكرز في كرز وفي هل في كرز أنا مع الناس إذا ما كنت تعطيكم لصالح لعملين بكرز أكيد كنت عم قلكن أنه اشتغلنا مع أطباء أطباء النفسانيين على هيد المواضيع أنه ما بتقدر تحطي الولد قدامك وتقول له ممنوع تعمل هيك وممنوع تعمل هيك ما رح يمشي الحال جربنا الإطار الترفيهي أنه الشخصية تكون محببة للولد الألوان والملابس اللي اشتغلنا عليها وحتى الأغاني يعني حيالها غنية بالمسرحية جاية بمطرحها لتفسر للولد عن الموضوع اللي نحنا عم نحكي عنه فبمجرد ما دخلنا الموسيقى دخلنا الرأس الألوان الحلوة الأزياء الولد يعني ردات فعل الولاد لما عم بيكونوا المسرحيتين عم ينعرضوا بتلاقيهم هالأد معنا هالأد من دمجين خاصة أنه حكينا عن نقطة كتير مهمة للأسف يعني كل العالم بتعيني مننا أنه ما حدا بيقبل يحط المسئولية على حاله كله بيقول الحق على أهلي أو الحق على البيئة أو الحق على الوضع اللي أنا عايش فيه لا لتلات أعمال المسرحية اللي نحنا عاملينا موجهين بطريقة مباشرة مية بالمية للولد أو للمراهق أو للعائلة أنه انتو الحل بييدكن انتو حتى الولد اللي عمره أربع سنين مقطعين له الرسالة أنه ما تقول الحق على أمي أو الحق على بيئة أنت بتقدر تحمي حالك إن كان صحياً أو تطالب بحقوقك أو حتى بموضوع قصتي أنه تحافظ على نفسك وتقول لا للمخدرات هيدا الكونسرط الكتير جديد يلي نحنا اعتمدنا وماشيين فيه كأنكم بقصتي أيضاً من عناصر الإبهار إنكم قدرتوا تجمعوا نجوم بفيديوهات ترويجية ضد المخدرات سؤالنا الأخير شادي إذا عم تلاقوا إقبال أو ليونة من قبل التربويين والمدارس خصوصاً في اختصار لو سمار بتهد شو الموضوع هو شوي صعب يعني ما فينا ننكر بهذا الموضوع أنه حتى نوصل للأشخاص بس مجرد وصلنا مرة واحدة وشايفوا الأعمال تابعونا فعم نتواصل معهم كل سنة كل سنة وكل سنة عم بيطلبونا بمسرحيات جديدة لأنه هذا النمط جديد هذا النمط يمكن مش معوادين عليه بس بس يكتشفوه عم بيحبوه كتير نعم يعني كأنه سمعتكم عم تبنوها شوي شوي أكيد وعم تبين أنها سمعة مضيفة سترة المخرج شادي الهبر مؤسس مسرح شغل بيت والكاتب والمخرج المسرحي رودي إليعاني الفيل الملك هم نقول أنه أنت لاعب البطولة في فيلم الملك الفيل الملك بالتوفيق شكرا لحضوركما معنا ونتمنى لكم التوفيق شكرا شكرا